أنا لما جيت حللت لما جيت أشتغل على الملف لما جيت حللت أهم الأنماط اللي بتعمل لنا مسكيلات في التربية عشان نتخلص منها لقيتها مجموعة من الأنماط النمط الأولين النمط المنشق أو الأب أو الوالدين وإحنا بنتكلم بالأساس على الوالدين بس إحنا كمان بنتكلم عن المنشق اللي يطلع ممكن يبقى الأستاذ ممكن يبقى المدرس ممكن يبقى كمان الأقارب المربي بقى عندنا أنماط في غاية الكارثية لازم نلاحظ أنفسنا فيها المربي أو المنشق المالك اللي هو بيعتبر إن إيه إن اللي بيربيه ده بتاعه هو مالوش حق إنه يكله رأي ولا إنه يخالف لا هو بتاعي مهمة النمط التاني بقى النمط التاني هو نمط مهلك هو هو المربي أو المنشق الناقد بالضاد مش بالدال اللي هو إيه بقى اللي هو بيحاول طول الوقت عشان يوصل الشخص للنجاح ينقضه الذي يستخدم النقد بصورة مبالغ فيها النقد اللي بالدال ويستخدم اللوم ويستخدم الشكوى من الإنسان عشان يكسره وبيظن كده إنه هو يولد عنده الهمة والرجولة فإذا بيه بيهدمه يبقى الناقد ده أي الهادم لما يجي له ولد عنده سبعة جايب تمانية وتسعين في المية فيقول له فيه بنى آدم محترم وبيقول على نفسه إنسان محترم ينقص منه اتنين في المية ده كلام ده أو ده المربي الهادم الناقض بالضاد فيه بقى المربي بقى إيه أو المنشق المطبع اللي شغال مطبع حضرته اللي هو بيعمل إيه المصر على إنه يخلي ابنه صورة منه أو صورة من الصورة اللي هو كان بيحبها النفسه فطول الوقت بيكتهد إنه يطبع ابنه بالصورة بتاعته دي وعندنا بقى النمط الرابع المربي البديل المربي البديل اللي هو إيه الأم اللي أخذت دور الأب والأب اللي هو واخد دور الأم وفي بعض الأحيين المصيبة بقى إن إحنا نستدعي حد ياخد دور الأب والأم اللي هما ساعات بيبقى جليس الأطفال أو ساعات بيبقى الخال أو العم فييجي يربي حد ويبقى واخد دور بديل عن الاتنين دول النمط الخامس هو النمط المربي المشاهد الشخص اللي هو سايب الأولاد يعملوا اللي عايزينه ويه بيروحوا يعملوا كل حاجة ومتصوروا إن هو كده إيه قايم بدوره الخمس أنماط دولة دخلين في ناهي في ناهي حديث رسول الله عليه وسلم اللي هو إيه إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول أن يضيع الرجل من إيه من يعول يبقى إحنا دلوقتي عندنا إيه اللي عندنا أنماط المربي المالك الأنماط دي اللي دخلها بقى في تضيع من يعول المربي المالك والمربي الناقد والمربي كمان المؤطبع والمربي كمان اللي هو البديل والمربي المشاهد